الآن الأوضاع متردية جداً أحد أهم الأسباب هي الأسباب البشرية والأسباب البشرية تدخل سواء في عملية الترافيك والاحتيال والرشاوي اللي يتم في قضايا الرخص السياقة أو فيما يتعلق بلا بياس ديرشونج القطع الغيار اللي في الغالب جيم ترافيكيا وانتهية صلاحيات أو فيما يتعلق بمراقبة السيارات اللي قليل جداً يقوم بها كما يجب كثيرين يلجأون للتحايل بطريقة الحال يقدر يقول لك الناس الإنسان هذا لكن هذا هو الشعب اللي يقوم بهذا نعم هم طبعاً جزائرين اللي يقوموا بهذا لكن المسؤولية تقع عن من في يده الأمر ناهيك على الطرقات البائسة جداً وعندما ينتشر الفساد وتنتشر الرشوة فإن كل المجالات تؤدي للخراب والحقيقة قضية حوالي في المرورة نشوفها أمامنا ومؤلمة جداً ومدمرة جداً أحياناً تؤدي إلى نهاية أسر كاملة وآخرين آلاف كل سنة يعيشون بإصابات تصبح دائمة اللي يتقطع عجليه اللي يتقطع يديه اللي يتشوه وجهه وأشياء أخرى كثيرة يعني وهذا بالآلاف كل سنة لأن الجرحى في المعدل أكثر من 45 ألف في السنة طبعاً الخسارات المادية الخسارات للمستشفيات الخسارات والخسارة البشرية أكبر دائماً مرة أخرى نعود أن انتشار الفساد عدم وجود مسؤولين في مستوى المسؤولية عدم وجود الرقابة الحقيقية على كافة المستويات في مختلف القطاعات اللي تمس في النوضوع النقل على سبيل المثال كله يؤدي لهذه الكوارث وهذه المصائب وهذه المآسي اللي كثير من الناس أبرياء خاصة هذو اللي يكونوا مساكن فيه في سيارات الأجرة ولا في حافلات أو اللي هما ركاب موج حتى قال السايق هو مسؤول عما حدث أو يشتري في المسؤولية أو ركاب في الغالب فمآسي حقيقية تعاني منها البلاد ووحدة من المصائب الأخرى اللي عندما ينتشر الفساد وتنتشر رشاوي وتنتشر هذه الآفات الجرامية اللي جايبة مع نظام الحكم يؤدي لهذه الأوضاع هذا الآن في بداية الحال مسؤولية الأفراد ومسؤولية الناس لكن مسؤولية الناس تكون كاملة عندما يكون عندك دولة قانون عندما يكون عندك دولة قانون ويكون عندك رقابة حقيقية ويكون الناس يخضعوا وعارفين بأن أي واحد يتلاعب برخص السياقة الأحكام تكون قاسية جداً أي واحد يتلاعب باللا بيس درشونج الأحكام تكون قاسية جداً أي واحد يتهور في السياقة الأحكام تكون قاسية جداً فأن الناس اللي ما يترباش بالتربية أو بالأخلاق يتربى بصرامة القانون ويتربى لأنه يعرف أن القانون يطبق على الجميع مش على البسطاء أو على الفقراء لنحولهم البيرميات وإذا عندك معارف ما كاش مشكل البيرمي يرجع لك في ساعات ومرات حتى وانت وقف وإذا ما عندكش لازم تدفع وإذا ما تدفعش السيارة تروح للفوريال وتعرف القصة يعني تكلموا في العام الماضي في موضوع الكورونا وما زالت كانوا فرحانين جدا أنهم حبسوا أكثر من الفوريال أكثر من 450 ألف سيارة في بضعة أشهر وكانها إنجاز